اوكي سلام عليكم وبركاتم اكم عمر واليوم برجع نعلكم بحلقة جديدة وفكرة رهيبة واسطورية طبعا فكرتنا اليوم يا جماعة الخير فكرة جدا جدا رهيبة اي شي راح نشوفه راح يتحول الى بلوكات عشوائية مو بس كذا الهدف في النهاية انه راح نحاول نكتل الهيرو براين وعلى حسب ما عرفت انه الهيرو براين هذا جدا جدا قوي مو زي ايه هيرو براين فاذا عجبكم من مقطع نزل تحت وحطوا لايك وشتركوا في القناة بقيتوا مشتركين وقدرون وقدها وبس ما بطول عليكم شاهده ممتع اوهوهو بسم الله يا جماعة الخير بدأنا بس قبل ما نفعل الداتا باك وقبل كل شي فلونا نجمع كمية بسيطة من الخشب ونجمع كمية بسيطة من الفوت وبعدين نبدأ نسوي الداتا باك هذه الرهيبة غير كذا في القرية هذه فيها شي مميز لانه الهيرو براين هذا ما يرسبن الا بطريقة معينة نحتاج انه نروح النذر ونحتاج نجيب رص سنين فهذا القرية هي موفرتنا هذه الاشياء في صندوق من الصناديق فهذا القرية هيكون في هذه الاشياء بسم الله اتوقع كذا نص استاك نص استاك اتوقع بيكون جدا كفاية من الاكل ما توقع انه نحتاج شي مرة كثير واتوقع انه هذه المجموعتين حتكون كفاية مع هذه كمان توقع كذا مرة 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 كفاية لو حللناها بسم الله يب ثلاث استاكات يعني استاك هوبس ما توقع حنحتاج اكثر من كذا فخلونا نسوي استاك من الاكل الجميل ونبدأ وندور على القندوق المخبة اوكي خلونا ناخذ الاسر اوووووووووووووووووووا ب repairs بم cleanup حاجة جديدة ίن نكتل هيرو برايم بالسرير اول مايزل نزل ونفجر السرير في واجهه سوف يتدمج زي التنين ولا ما يتدمج نروح هذا التشست يا السلام فهذا التشست 27 رأس اتوقع انه شي جدا كافي خلونا نلبس رأس كذا كشخة أركوت بسم الله جمعة الخير وبدأ ال الاتباك الرهيب طبعا كل شي هتكون عشوائية فنحتاج نجيب لنا اشياء بسيطة يعني دروع واغراض على اساس نقدر نضبط وضعنا او بلوك الدايمون اساس نقدر نكتل هذا الهيرو براين اللي يقولون انه هيرو براين صعب اه يب 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 اوكي تدرون نشار السالفة السالفة ما حقدر انزل على تحت وشيب اوه هذا حجر صح صح حجر هنا جاهز اوكي ثلاثة حجرات شفت كيف والله ان القرية منها فايدة جدا 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 قلونا ناخد ثلاثة حجرات نسوي لنا بكاكس حجر وبعد ما نسوي لنا بكاكس حجر نقدر ايش بعد ما نسوي بكاكس الحجر اننا نجيب اغراض لا تكفى تكفى الخشب اندي مرة قليل خلونا نحطها عالطرف كذا ونسوي لنا بكاكس الاساس نقدر نجيب حديد وبعد الحديد نقدر نجيب دايمد وبعد الدايمد بنحاول كمان نجيب ناذر رايت لانه الهيرو براين هذا على حسب ما سمعتم جدا معفضل جدا جدا قوي طيب سبونارات ماني بالسبونارات صراحة مانا نقصد قروشنا يلا بسم الله خلونا بس نبغى بلوكة ايرون بلوكة ايرون فعليا نبغى بلوكة ايرون اوكي خلونا نسوي كذا خلونا نحول بيت هذا القروي كل بالاشياء العشوائية تكفى 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 اووو بلوكة ناذر رايت اوكي كما بعدمها لانه فعليا نحتاج بلوكة الناذر رايت هذه اللي طلعت وصلاح نسيت ما قولكم انه هذا الهيرو براين ما يترسبن إلا في النذر فايب بغل نطلع فوق ونرسبن الهيرو براين الى الان ما طلعت لي ولا بلوكة ايرون ايش هذا بلوكة الايرون صارت اندر من بلوكة الدايمد اوه اوكي اوكي تشست انكسر وطلع لي حديد يا سلام خلاص لا اوكي نحتاج خشب اوكي نحتاج خشب هذا خشب لا اوكي تحول يا ساتر يا ساتر انا بحاول اكسر بلوكة خشب بس واحد خلونا ناخذها ونسوي لنا كرافتينج بعد الكرافتينج اوه بنسوي لنا بيك اوكي حطها عالطرف وسوي بكاكس ايرون وكذا وضعنا جدا 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 رهيب اوكي خلونا اخذ اوكي 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 انا كل ما لاقي على التطوير تختفي فوجي اوكي على التطوير بليز اوكي يا سلام كسرنا على التطوير لا اوكي في في ناذر ريت بلوكة افتكر مكان ايوة في هذا المكان لا بس احتاج بكاكس دايموند انا اوكي احتاج بكاكس دايموند خلونا ندور على بلوك دايموند لانه فعليا نحتاج افتكر اني شوف تحت بلوك دايموند انام عشان ما يرصب اشتركوا في القناة 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 باني اكسر السبونر اللي تطلع تطيني لفل جدا جدا خرافي شوف شوف كيف شكرا 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 فلا في وجهي اوكي خلونا نحط اللي الالة والله يستر ان الالة ما تختفي اوه قولدنابل نايس 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 ريدستون هات ريدستون ما توقع نحتاج الاشياء الثانية المشكلة الارضية بكل حاجة موجودة فانا فعليا ما ادري فهم ايش قاعدين يشتغلون اوكي هنا في واحد ما يشتغل انفجر انفجر والله بغى يكتلني اوكي ابحط للالة ونقول ان شاء الله انه يشتغل هذا الشكل ابعد ابعد نايس تكفى تكفى اشتغل 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 فيه االة فيه االة اوه اوكي كاكي صاري بيع نايس 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 اوكي خلن نرمي هذه ناخذ ارز بهذا الشكل ثلاثة ستاكات جميل 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 اطور اطور يا حبيبي يا سلامة اعطيني بو الله عليك كم انت اسطورة يلا مع السلامة شكرا جزيلا لكم اوكي انا وقفت الدياتا باكي جماعة الخير على اساس اني اقدر اضبط وضعي القولد هو الشي الوحيد اللي باقي لي ونحن مضطردين ان نخش النذر فعشان كذا جيب القولد من النذر افضلي واسهلي فانه القولد مرة كثير موجود في النذر وخلونا حاليا نبدأ نضبط وضعنا ونسوي لنا عشق غراض جدا قوية على اساس نقدر نقتل الهيرو براين فيب خلونا نفضل انفتوري بالاشياء اللي ما نحتاجها 57 قمباودر يا ساتر والله شي جدا كثير بس ما نحتاجها اوكي خلونا نرامي هذه كل الاشياء ونحل البلوكة وخلونا نحط هذه الاشياء هنا فليا نحتاج نحن اربعة يا سلام بهذا الشكل خلونا نسوي نتشا سبليت نسوي سروال وهلمت وبوت وسيف واكس فعليا هذا كل اللي نحتاجها حاليا خلونا ما انو عندنا سميثنغ تايبل نحطها ونخلي كل شي من النذر رايت يا سلام يا سلام يا سلام وحتى البكاكس نذر رايت اوكي كذا بورفكت يا سلام شي لذا كله ونحط التطوير فانو عندنا لابز نطور اغراضنا خط بهذا الشكل وطور اوكي نبغى شاربنس اوكي شاربنس والله اوكيي فنشوف ارخص شي لانو ما معنى لفلات كثير بتكشن ون بتكشن ون بتكشن ون شاربنس ون هذا ما يجي عليه شاربنس فا اتوقع انو كذا وضع انا جدا بورفكت انسوي سورت ثاني وندمجه على اساس نصير شاربنس 2 ونصير مرة عقوية او صح ما عندنا انفل 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 ما عندنا انفل اوكي اوكي خاص ما عندنا نحتاج اصلا اللي ديرني ما عندنا احتاج ب USA وهذا اوكي مان目 завأ ... لكن طرفع بعيبة اوصلا 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 حسناً لقيمة يعني لو لقينا على طريقنا ونحن نازلين أوكي لقينا شوفتوا كيف لا تفقدون الأمر يا جماعة الخير هنسوي أنا حطيت في راسي شربنس 2 يعني هنسوي ش... طور أي حاجة طور هذو هون عطونا شربنس شربنس يا السلام خطى الأنفل شربنس 2 عشان نفقع وجه وجهه يلا خلونا نزل على تحت وندور لنا بقعة لاذا نسوي فيها آلة التطوير اه نسوي فيها على تطوير أنا مسكة معالة التطوير ما عارف ليش بس نسوي بغبت النذر أوكي لقينا كهف ولقينا على طول ايش يسمونه لافا إن شاء الله علينا صدقون نسوي اللافا بالطريقة الإيزي اللي هي مويا لافا لافا مويا بهذا الشكل طبعا أنه سهل أسهل ما أني أقعد أجمع أوكي كسر بهذا الشكل وحط المويا هنا بعد ما نحط المويا نبدأ نحط اللافا بهذا الشكل اللطيف بوب 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 نحن فعلين كمان نحتاج حبتين بهذا الشكل بعدين نرفع فوق كمان وناخذ لافا وهذه أسهر وطريقة بوب كذا سوينا البوابة طيب ما شاء الله عليك يا عمر سويت البوابة وإنت ما معك ولا حبة آيرون وما عندك كمان موت يا حيوان وما عندك كمان إيش ما عندك القراثل اللي هو الفلنت هناخذ حبة آيرون بهذا الشكل انقلع لا بارك الله في ذا الوجه وخلل نسوي كمان تصدقون شيلد عندنا خشب وقالنا يكفي وبزيادة اوكي خللونا نسوي شيلد اتوقع انه بهذا الشكل يب سوينا شيلد وكمان نسوي فلنتين ستيل وخلاص بسم الله ندخل للنذر اوكي رصبنا في هذا المكان التعييس علينا الخطة ايش الخطة اني ادور لي جولد بعد ما ادور لي جولد اطلع على فوق اوكي هذا بويم هنلاقي في له جولد بشكل جدا كبير اوكي جولد يا سلام متوقع احنا احتاج كم ثمانية بلوكات ياب بهذا الشكل اوكي جمعت ثمانية بلوكات الجولد حاليا فقط نحتاج نطلع فوق وبعد ما نطلع فوق هنبدأ ونرسبن الهيرو براين جالزين يا جماعة الخير جالزين ولا لا واكتبوا توقعاتكم الان مين تتوقعون راح يفوز هل الهيرو براين راح يكتلني ولا انا راح اكتله طبعا ما يحتاج يعني اكيد انا راح اكتله اوكي طلعنا يا جماعة الخير اوكي الحين هنبدأ ونرسبنه جاهزين بسم الله واحد اثنين ثلاثة خلونا نروح شوي بعيد كذا على المكان اللي طلعت مننا اوب 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 بعدين نحط الفلند بعدين نرمي راس التنين بسم الله يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر رحب الكرة ابرز التنين تصريب كرة ان عمرت انظر اchesدت تصبعاتك اوكي بسم الله اوكي يا ساتر يا ساتر لابا اهي محبه ترجمة نانسي قنقر 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 الترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة